المفروكة بالأشطة من قطيب الحلويات العربية على قلبه وعبالي اليوم أرجيكم كيفية نحضرها بالبيت بالطريقة الأصلية مثل محلات الحلويات رح تعطيكم نتيجة كتير أروع وكتير قطيب من الطريقة المستحسسة واللي عم نشوفها آخر فترة على السوشيل ميديا بلط والصيري خلا نبلش رح نبتدي وبنحضر أول شي فرقة المفروكة بقلب جرات رح نضيف 3 أكواب ونص من السميد الناعم أو الفرخة على اليوم رح نضيف نصف كوب من الطحين الأبيض وكوب من السمنة السمنة البقارية الطيبة وصدقوني كلما كانت نوع السمنة أطيب وكلما كانت نوعيتها أحسن كلما حصلته على نتيجة أفضل نخط هالمكونات سوا كتير منيح وبدنا نفرك السميد مثل ما اسمها مفروكة بنا نفركه كتير منيح بالسمنة ومن بعدها رح نرجع نضيف 3 كوب من القطر و3 ربع على كوب من الماء بحرارة الغرفة نعجل هالمكونات سوا حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية بنفس الوقت ورح نرجع نمد هايدي العجينة بصينيه للفرن ونبخشها بقى صابيعنا من فوق بنعمل فيها فتحات من فوق ومنفوتها على فرن حامي من تحت ومن فوق أو من تحت بس ما في مشكلة على درجة حرارة 200 وبتاخد تقريبا نشير بقى الساعة بس أهم شغلة إنه النشفة ولو أخد وجهة لون شوي من فوق ما في أي مشكلة هذا اللون الدهب الخفيف ما في أي مشكلة بعد مرور تقريبا 17 دقية نشفت معي بطلعها من الفرن وبقطعها شوفهم بقى أحلى لونة من فوق ومن تحت وجهة وقفها أخدي لون دهبه رح أنطر عليها حتى تبرد ورح رجع حطها بقلب محضرة الطعام ورح أطحنها كتير منيح حتى أحصل على فرق ناعم ونتيجته ولا أروع هلأ لهذه المرحلة كأنه عم نحضر فرق تلك نافة نفس الشي مثل قدمناها من فترة عملنا نفس الخطوات ونفس المكونات بس هلأ من هذه المرحلة واللي جاي كله رح يتغير ورح يصير خاص بالمفروكة كمية الفرق اللي طلعت معنا رح أصمها بالنص نص رح أستعمله هلأ للمفروكة اليوم ونص تاني رح خليه بالفريزر لأسبوع الجاي حتى نحضر المفروكة بالفستو متل ما أنتو طلبتوا منيه نص كمية الفرق يعني تقريبا 300 جرام رح أرجع مدهم بصينية للفرن ورح نفوطنه على فرن حامل من تحت بس على درجة حرارة 180 ل 200 وكل شي عشر دقائق بنا نقلبهم هادي أول مرة قلبتهم فيها وشوفوا هادي تاني مرة كل عشر دقائق بقلبهم ويحسوا عم ياخدوا لون من تحت عم يغمق لونه من تحت من قلبهم بنرجع عم نفردهم وبنرجع عم نسكر عليهم الفرن منخلون عشر دقائق تانيين تقريبا أخدوا معي 40 ل 45 دقيقة حتى وصلوا هدا اللون اللي عم تشوفوه بدنا يهون يشقروا ويصير لونهم أشقر غامي أو بني في حلو أشقر بس ما يحترقوا أهم شي ومن بعدين بدنا ننخلهم وحتى نتخلص من أي أجزاء كبيرة طلعوا معنا حتى يكون الفرق عندنا كتير ناعم كرمال عجينة المفروكة تطلع ناعمة جدا ومنوصل هلا لآخر مرحلة بعرف أنه طولنا بس صدقوني الخطوات زى مشيتوا عليهم رح تحصلوا على قطيب مفروكة بحياتكم بالدقوة رح نحط هدا الفرق لمحمص بقلب صينية أو بقلب مقلاية ورح نضيف عليه معلقة ما يزهر ومعلقتان كبار من المي ورد معلقة كبيرة من السمنة وكباية من القطر وجرب القطر يكون شوية تقيل بيكون أحسن ناخدهم على الغاز على نار متوسطى ومنقلبهم شوية لمدة تقريبا 5 دقائق حتى تتحول عنا هالمكونات لعجينة والعجينة تكون دافية مش كتير سخنة ومن بعدين منطف النار ومنرجع مندهن إيدينا منغطن بالماء يورد ومنضلنا نعجن حتى تشكل عنا عجينة طرية منمدة بكل سهولة بصحنة تقديم طبعا سيتقلكون احنا قبل ما نبلش هدا الشي كله منكونوا مقليين شوية تلوز على جنب بيزات ومنخليهم حتى يبردوا أكيد عجينة المفروكة صارت مفرودة بقلب صحنة تقديم احنا نرجع نوزع علي القشطة على الوج وانا هون عم بستعمل القشطة العربية اللي وصفتها موجودة عندي على الصفحة ومنفردها بالتساوي على صحنة تقديم ومنرجع من زين لوجة بشوية من الفسطق الحلبة ومن بعدها منحط هاللوز اللي قليناه بالزات ومن زين لوجة آخر شي بزهر الليمون هالكمية اللي حضرناها عم نتلي صحنين ووجات كبير وصحن صغير وصفة اليوم أطول من غيره وفيها تفاصيل شوي أكتر بس صدقوني إذا عملتوها بنفس الطريقة حتحصلوا عانا تيجي رائعة تتحدوا فيها أكبر محلات الحلويات العربية بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها وأكيد تبعطوه للصور وخبروني شو هن الحلويات العربية المفضلة على قلبكم خلال شهر رمضان الكريم حتى نحضرهم سوا والصيام مقبول وإفطار شهر الجميع